بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكنز آخر أو هي كنوز من كنوز أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعيش هذه الأشهر المباركات والناس الذين كتب الله عز وجل لهم الحج يطوفون بالبيت العتيق ويرفعون أصوتهم بالدعاء يتضرعون إلى الله عز وجل ونسأل الله تعالى أن يتقبلهم إن من أركان الحج الطواف بالبيت العتيق هي كما قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فطاف صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعا يجعله على يساره ويبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود وينتهي إليه وفي ذلك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى وهذا ما سنقف عنده اليوم بإذن الله سبحانه عز وجل يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بهذا البيت أسبوعا أسبوعا بمعنى سبعة يعني سبعة أشواط فأحصاه يعني عدها واحدة واحدة كان كاعتق رقبة لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنا إنه لعمري أجر عظيم عدق رقبة هي من أعظم القربات التي كان الناس يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى حينما كانت الناس يستعبد بعضهم بعضا وحينما جاء الإسلام جاء بعدة تشريعات من أجل أن يعتق الناس فلا يبقى بعضهم عبيدا لبعض جاءوا ليخرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن أن يكون هناك عبد مملوك لآخر أن يصبح حرا وهذا هو المقصد العام الذي نصت عليه شريعة الإسلام فجعل تشريعات عدة فالكفارة اليمين فيها عدق رقبة وكفارة الصيام فيها عدق رقبة وكفارة الظهار فيها عدق رقبة وعدة كفارات فيها عدق رقبة ولكن بحمد الله عز وجل زالت كل أشكال العبودية فلم يعد هناك عبد مملوك لآخر في هذه الحياة الدنيا ولكن بقي الأجر من الله سبحانه وتعالى فيشاء الله عز وجل أن يذكر الناس أن الفضل لله عز وجل أولا في أن تنتهي عبودية الناس بعضهم لبعض ثم يبقى الأجر الذي يكسبه فئة من الناس من هذه الفئات أولئك الذين يطوفون حول بيت الله الحرام قول النبي عليه الصلاة والسلام من طاف حول هذا البيت أسبوعا بمعنى سبعة أشواط كان له كأجر عتق رقبة كاملة ولم يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا وهو الأجر الذي جعله الله عز وجل للناس حينما يطوفون ببيت الله الحرام قال وإنه لا يضع خطوة أو يرفع أخرى لا يضع خطوة إلا وضع الله بها عنه سيئة بمعنى هي كفارة لسيئة من السيئات ثم ما رفع خطوة إلا كان له بها أجر أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كتب الله له بها حسنا والمؤمن حينما يطوف ببيت الله الحرام عليه أن يستشعر هذا المعنى حينما ينهي الأشواط السبع فيحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقه لذلك يستشعر أنه أعتق لله عز وجل رقبة وهو يطوف خطوة بعد خطوة لا يستثقلها وربما بعض الناس يطوفون في الدور الأول وهو بعيد المسافة بينه وبين الدور الأرض فيسير ربما الطائف حول الكعبة مسافة أطول والذي يطوف في الدور الأعلى ربما تكون المسافة أطول فأطول فلا يستثقلها لأنه بكل قدم يضعها له حسنة أو ترفع عنه سيئة وكل قدم يرفعها إلا تكون له بها حسنة بإذن الله سبحانه وتعالى فيا له من أجر عظيم ثم إن مما هو موجود بالكعبة المشرفة ركنان اثنان لهما تاريخ وأجر عظيم الركن الذي فيه الحجر الأسود أو الحجر الأسعد الذي يشير له الناس أو يستلمونه بأيديهم أو يقبلونه إن استطاعوا أن يصلوا إليه والركن الذي قبله وهو الركن اليماني الذي يتجه وسمي بالركن اليماني لأنه نسبة لأنه يتجه أو باتجاه اليمن يقول عنهما النبي عليه الصلاة والسلام إن مسحهما كفارة للخطايا بمعنى الذي يلتمسهما يمسح عليهما يكفر الخطايا بإذن الله سبحانه وتعالى ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنهما الركن اليماني والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة ولولا أن الله تعالى طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب هما ياقوتتان من الجنة وأثبت العلم الحديث أنهما من النيازك التي نزلت من السماء وليستها من الأرض والله عز وجل طمس نورهما لحكمته سبحانه عز وجل ولنعلم عن علم يقين أن الاقتداء به المسحهما أو الإشارة إليهما أو تقبيلهما إنما هو اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام لا لشيء ينفع فيهما في حد ذاتهما لذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول حينما يقبل الحجر الأسود والله لولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك لأنه يعلم أنه حجر لا ينفع ولا يضر أسأل الله تعالى أن يتقبل من حجاجنا وأن يبلغنا بيت الله الحرام إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة